اشتركوا في القناة هنا جنرالما العبيد اللي تعاني من المشكلة هذية راي عبيد تلقى ما تشرب شفية مع الماء اما بالطريقة الصحيحة وإلا بالكمية المناسبة احنا جنرالما دي ما نقوله على 500 حريرة من المستحسن اننا نستاهلكو نص إي ترى ماء دونك لهنا العبيد اللي عندهم مشكلة في الامساك من المستحسن ومي يكثروا أكثر من الماء يجبنا برشة كمية مع قناة نصحن النمي اللي انه يحدث ذي وميدان مع ربشة نصنع برشة اليف في المكلمتاعهم متحاولين قطعون الخضرة و الغلاء في المكلمتاعنا الخضرة يلزم تتخذ نيئة الخضرة يلزم تتخذ مش مقشرة الغلاء كيف يلزمها تتخذ نيئة و مش مقشرة زادة بالنسبة للتفح و إلا أنزاس و إلا تمار نحن لا يجب أن نخذوها سوفهم دو جو لليف متعة الغلاء يلزم تكون متوجدة في المكلمتاعنا و نحكيو أعلى كميات كبيرة و نحكيو أعلى أنطور في كل واجبة يعني كل واجبة مزميش تكون خالية من الخضرة وخالية من الغلق كيف كيف لسيريال نحاولو نبعدو على توسكي رافيني الخبز من المستحسن ناخذوه كامبلي ولا بسيريال بالنخالة العجين كيف كيف الكوسكسي قامح المقارون الكاملة نحاولو زيدا نجيبو الفاكية الفاكية فيها بارشا أليف كيف كيف نحاولو البقوليات تكون متوفرة في المكلمتاعنا كي سواء الحمص اللوبيا العدس دونك هذو ما برشا يعاونو في المشكلة متاع الامساك بغاقور للعبيد اللي عندهم الاسهيل دونك لينيسي سامبل ما تالحاجات اللي حكينا عليهم توا هو ما اللي بشيبعدو عليهم دونك العبيد اللي عندهم مشكلة في الاسهيل يلزمهم الميكلة تكون غافيني دونك هذو ما نيمسالش مسموح لهم انهم يأخذو الكوسكسي العادي المقارون العادية الروز الخبز لبيض يلزمهم يحاولو يبعدو على توسكي الاجي دونك اللي بخودوية اللي جي جنرال ما يقلقو في المعطا يساهمو اكثر على الاسهيل توسكي حاجات فيوسطهم السكر السامبل وإلا لزاديو الكوران أكل محاليات زادي كيف كيف راهم يقلقونا الميكلة من المستحسن الكوسوة معنط الخضرة وإلا الغلا احنا كي بش ناخذوهم لانه من المستحسن ناخذوهم بالنسبة للخضرة تكون طيبة نبعدو برشا عالخضرة الناية الغلا ناخذوها ياما في فورمة كامبوت وإلا معصورة سوفوم دو جو الحاجة الوحيدة اللي لزيمها متواطعة تكون متواطرة كيف ما في الامسيكي ما في الاسهيل اللي هو المي خاتر العبيد اللي عنده مش لمتاع الاسهيل جنرال ما إذن يعطي كل صحة دونك on a problem دو ديزيدغاتاشن دونك لانه يلزيمنا نوشربو برشا مي كل مي يزيم كون متفاوت من تدب كميات صغيرة توثو لان دو 나중에 احنا المي لنا جوش بش يصالحنا ديزيدغاتاشن اللي جاية من الإسهال ما نتشوبوش برشا ما في بريود قصيرة بش ما نعاونوش المشكل هذية و بش ما نزيدوش أن نطورو فيه ولا هذية فيما يخص الناس اللي تعاني من دوز أكسترام متاع مشكلة في الجهاز الهضمي سواء الإمساك وإلا الإمساك وإلا الكنسيباسي وإلا الدياغي مرسي بكو سيرين بارتي أخصائية التغذية كانت هذه نصيحتنا باي قولينا بوس